بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع باب جديد من أبواب النحو العربي وهو باب النكرة والمعرفة فالاسم من حيث التعريف والتنكير في اللغة العربية ينقسم إلى نكرة وإلى معرفة باب النكرة والمعرفة باب خاص بالأسماء ولا يدخل في باب التعريف أو التنكير الفعل ولا الحرف فهذا الباب خاص بالأسماء فالاسم ينقسم إلى قسمين إما نكرة وهو الأصل وإما معرفة وهي الفرع ومعنى أن الأصل في الأسماء التنكير أن أغلب الأسماء نكرة والأقل منها يكون معرفة طيب ما هي النكرة أو ما هو الاسم النكرة النكرة هي اسم يدل على شيء واحد ولكنه غير معين على شيء ولكن ليس محددا بالضبط مثل قولك جاء طالب فكلمة طالب هذه تنطبق على جميع طلاب الأرض على جميع الطلاب أنا لم أحدد لا طالب كلية معينة أو مدرسة بعينها ولكن ولا طالب بلد بعينها ولكن قلت جاء طالب فتنطبق على جميع الطلاب في الأرض كذلك جاء ضيف تنطبق كلمة ضيف نكرة تنطبق على جميع الضيوف في كل مكان فهذا هو الاسم النكرة أي الاسم الذي لا يحدد مسماه أو لا يعين مسماه تعيينا معينا واضحا بل يدل على العموم على الإبهام على العموم والنكرة لها أقسام النكرة لها قسمان أساسيا القسم الأول وهو ما يقبل أل وإذا دخلت عليه أل تؤثر فيه التعريف مثل كلمة كتاب رجل جامعة قلم كرسي لو أنك دخلت عليه الألف واللام فتقول الكتاب وتقول الرجل بعد أن كانت كلمة كتاب تدل على كل الكتب عندما تدخل عليها الألف واللام حددت كتابا بعينه الكتاب بالمعهود أو المعروف للمتكلم كذلك رجل تدل على جميع الرجال في الأرض ولكن عندما تدخل عليها أل وقبلتها كلمة كتاب أو كلمة رجل تقبل الألف واللام وإذا دخلت عليها فإنها تدل على التعريف ولكن هناك ولكن ولكن هناك كلمات هي نكرة ولكنها لا تقبل أل ولكن معناه الذي يقبل أل وبذلك عرفنا أنها نكرة وليست معرفة مثل كلمة ذو بمعنى صاحب أقول أنت ذو مال أي صاحب مال كلمة ذو بدون الإضافة نكرة كيف أعرف أن هذه الكلمة نكرة وهي لو أدخلت عليها أل أقول أل ذو هذا غير صحيح كيف عرفنا أنها نكرة لأن معناها يقبل أل فمعنى ذو صاحب ولو أدخلنا أل على صاحب ولو أدخلنا أل التعريفية على صاحب نقول الصاحب قبلة أل فذو نفسها لم تقبل أل ولكنها وقعت موقع ما يقبل أل فهي بمعنى صاحب وصاحب يقبل أل فحكمنا على ذو بأنها نكرة فالنكرة قسماني ما يقبل أل وهو الأصل والأساس والأكثر في الكلمات المنكرة أنها تقبل أل وتفيد فيه التعريف وهناك من النكرات ما لا يقبل أل ولكنه يقع موقع ما يقبل أل أي معناه الذي يقبل أل وبذلك نكون أنهينا الحديث عن النكرة فإلى محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى نتحدث فيها عن المعرفة وأقسامها إن شاء الله فإلى لقاء